الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين يا شورة ماذا تقول الرعاية عني ماذا تقول عني نساء طيبة يقولون امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه يوسف هو من جعلني بضاعة رخيصة في سوق النساء هو يوسف تأمرين يا مولاتي يا شورة جهزي لحفل كبير سندعو فيه النساء التي تحدثنا عن فتنتي بيوسف سمعا وطاعة يا مولاتي الملكة أنجزوا مهمتكم على خير وجه فإن الملكة تجهز لهذا اليوم وتعد له عدة أعدت زليخة وليمة كبيرة لنسوة المدينة وأعطت لكل واحدة منهن سكينا ما الذي أسمعه؟ زليخة تدعو كل نساء المدينة عندها لماذا؟ كلنا تعجبنا يا مولاي ولا ندري سببا لهذا أبدا ماذا تريد زليخة؟ ها؟ ماذا تريد بعد كل ما فعلته بي وبنفسها؟ ننتظر قليلا يا مولاي ستظهر الأمور تباعا لعله الخطأ الأكبر في حياتي أن تركت يوسف يكبر في بيتي ومولاتي فتنت به ربما هو خطأ تلو الخطأ أنني لم أدرك حجم الفتنة التي تعرضت لها زليخة يا شورا أرسلي في طلب يوسف يوسف أدخل عليهم هذا ملك كريم هذا يوسف هذا مشر ملك لا أصدق إنه ملك لا أصدق نفسي ملك كريم يوسف يوسف فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم يوسف إن لم تفعل ما أعمرك به فالسجن مصيرك أو عذاب أليم بيد أن نساء المجتمع لم يكففن عن الحديث حول ما فعلته امرأة العزيز مع فتاها فقد انتشرت الأقاويل بين قبراء المدينة وأراد العزيز أن يخرس تلك الألسنة فقرر بأن يدفع بيوسف بعيداً عن البيت ويزج به إلى السجن حتى يهدأ القوم ويكفه عن الكلام في هذا الأمر رغم أنه يعرف أن يوسف بريء لم يرتكب إثما سيدي لقد انتشر ما حدث بين سيدتي ويوسف في المدينة وأصبح حديث الناس أعلم يا رودامون قرأت ذلك في عيون من حولي يوسف لابد أن يبتعد عن القصر حتى نخرس ألسنة الناس وإلى أين يذهب؟ إلى السجن ولكنه بريء ولم يرتكب ذنباً أعلم أعلم يا سيدي ولكنها الوسيلة الوحيدة حتى يظن الناس أن يوسف هو المخطئ والمدان ويكف عن الحديث حول سيدتي لا لا يا رودامون لا أستطيع أن أفعل هذا فأنا أحببت هذا الفتى وأعامله كولد الذي لم أنجبه فقط فقط لبعض الوقت يا سيدي حتى حتى ينسى الناس هذا الأمر وينشاغلوا بغيره أراد العزيز أن يظن الناس من حبسه ليوسف أن يبدو الأمر أنه هو الذي راودها عن نفسها ليحفظ لزوجته كرامتها وشرفها أمام الناس ولذلك أرسل يوسف البريء الصادق إلى السجن ظلماً من غير جريمة اقترفها ودخل يوسف زنزانته ودخل معه رجلان أما أنا فقد رأيت أن على رأسي خبزاً تأكل الطير منه أما أنا رأيتني أثق الملك خمراً ففسر لهما يوسف الصديق رؤيا كل منهما بأن أبو بيث سوف يتم إعدامه وستأكل الطير من رأسه وأما بيناروث ففسرها يوسف بأنه سيرتفع شأنه وأنه سيعود إلى قصر الملك قريباً ويعمل ساقياً مثل ما كان ماذا تقول يا يوسف؟ أنا سأعيش وسأعود إلى عملي في قصر الملك دعني أقبلك يا يوسف الطيب أما أنا فسأموت أعداماً أنا سأفارق ولدي وزوجتي أما أنا فقد انتهيت ثم نظر يوسف إلى الساق واقترب منه وقال إذا قضى الله لك أمره وخرجت من السجن وعدت لتسقي الملك كما أخبرتك فاذكر له قصة وضعي في السجن ظلماً فوعده الساقي بذلك ترجمة نانسي قلة ترجمة نانسي قنقر شكرا يا مولاي ملك البلاد إنني لا أرى أي تفسير لرؤياك إنها أضغاث أحلام يا مولاي وما نحن بتفسير الأحلام بعالمين إنها أضغاث أحلام وما نحن بتفسير الأحلام بعالمين من لي بتفسير هذه الرؤية؟ يوسف يا مولاي نعم يوسف لديه القدرة على تفسير الرؤى بكل سهولة إذن ايتوني بيوسف هيا يوسف لقد جئنا إليك في أمر جلل يوسف أيها الصديق لقد رأى الملك رؤيا أفزعته كثيرا ونريد تفسيرا لها رأى الملك سبع بقرات سمان يخرجن من النيل ورأى سبع بقرات عجاف يخرجن أيضا ويرعون مع بعضهم ثم السبع العجاف يأكن السبع السمان ورأى أيضا سبع سنابل خضر وأخر يابسات ماذا تقول في هذا يا يوسف؟ قال يوسف في تفسيره للرؤية نزرع سبع سنين وندخل هذه الزروع لا نتصرف فيها بأي تجارة أو أي شيء إلا قليلا مما نأكل ثم يأتي سبع سنين الشداد يأخذن ما اتبخرناه لهن أحضروه إلي حالا أستخلصه لنفسي أبشر يا يوسف لقد أمر الملك وحاروب ملك مصر بخروجك من السجن فأجابهم يوسف بأن يعودوا إلى الملك فيسألوا عن النسوة التي قطعن أيديهن أخبريني ماذا حدث بكل صدق هل راودك يوسف عن نفسك؟ لا، أنا راودته عن نفسي ويوسف بريء يا ملك مصر يوسف بريء يا مولاي بريء من هذا الذنب وقد ألقيته في السجن ظلما نعم، أنا من ظلم يوسف الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه فاستعصمم لقد مثلت هذه القصة نموزجاً لقبول الله سبحانه وتعالى توبة عباده وبياناً لإتاحة الفرصة للعبد كي يعود عن زنبه ويرجع إلى الطريق المستقيم فأبواب الله مفتوحة أبداً وخزائن رحمته لا تنفتقط بسم الله الرحمن الرحيم قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين لقد حفل التاريخ الإسلامي بنمازج مشرفة تطيب القلوب بذكرهم وتأنس بسيرتهم واليوم موعدنا مع صحابية جليلة هاجرت إلى الحبشة فراراً بدينها لتظفر بنعمة التوحيد فلما ارتد زوجها هناك عن الإسلام صبرت واحتسبت وظلت قابضة على دينها وهي تعيش غربة الوطن وغربة الأهل فلقد أصبحت وحيدة في بلاد الغربة لكنها كانت تأنس بربها فنسيت غربتها وزالت وحشتها وما هي إلا أيام حتى تنزلت عليها منحة الربانية وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليعقد عليها في بلاد الحبشة بعد أن فارقت زوجها المرتد فأصبحت أماً للمؤمنين وزوجة لسيد الأولين والآخرين إنها أمنا الحبيبة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب رضي الله عنهم رملة بنت أبي سفيان واحدة من بنات عم الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في أزواجه من هي أقرب نسباً إليه منها ولا في نسائه من هي أكثر صداقاً منها استيقظت مكة ذات صباح على خبر إسلام رملة بنت أبي سفيان أبو سفيان سيد سادات قريش والذي لم يكن يخطر بباله لحظة واحدة أن هناك من يستطيع أن يخالف أمره أو يخرج عن سلطانه واستقبلت قريش خبر إسلام أم حبيبة في دهشة وهم يترقبون ماذا سيفعل معها أبوها سيد قريش كيف تترك بنت أبي سفيان دين أبائها وأبوها واحد من سادات العرب وزعمائها بل وأعدى أعداء محمد أي عار حل بك يا سيد قريش ترى ماذا سيفعل معها أبوها لن يطول انتظارنا وسيأتينا الخبر اليقين ماذا أصاب ابنتي وقرة عينيه؟ هل أظل لك زوجك عبيد الله واتبعت دين محمد؟ بل هداني الله يا أبي بعد أن كنت في عين الضلال أتنعتين دين آبائك وأجدادك بالضلال؟ نعم يا أبي وأرجو أن يهديك الله أيضا أترك ما يعبد آبائي لأعبد إله محمد ما بك يا رملة؟ هل نسيت من أنا؟ أنا سيد قريش وزعمها وما فعلته جلب علينا العار لقد أصبحت مضغة في أفواه الناس يقولون بنت أبي سفيان سيد العرب صبأت وتركت دين آبائها رملة ابنتي الحبيبة أطيعي أباك وسأنسى كل شيء ما لك لا تنتقين يا رملة؟ إنني حزينة من أجلك وأشفق عليك من مصير لا أتمناه لك إني أدوك لطريق النور يا أبي إني أدوك لطريق النور ماذا فعلت بنا يا محمد؟ فرقتنا وشتت شملنا مرحبا يا ابن حرب أبي أغويت ابنتي يا أيها الصابقة أرجوك يا أبي أرجوك أرحل من هنا بالطبع سأرحل ولكن لن أكون مسؤولا عما سيحدث لكما أي عار حل بك يا ابن حرب؟ طرى ماذا فعلت معه ابنته وقد خرج توا من دارها ينبئ مظهره عن مخبره أما تراه متأتع الرأس يرغي ويزبد؟ وكأني بك وقد ارتضيت بما فعلته ابنتك يا ابن حرب وماذا يمكنني أن أفعل يا هند؟ أنت أبوها وزعيم كريش لا ولاية لي عليها فهي زوجة هذا الصابق عبيد الله بن جحش ليتها وئذت حين ولدت تقولين هذا لأنها ابنة صفية بنت العاص وليست ابنتك يا هند بل أقول هذا لأنها تحمل اسمك أيها السيد المطاع أي عار حل علينا بسببك يا رملا؟ أي عار؟ وكانت الحبشة هي أول بلاد الهجرة وفي رجب سنة خمس من النبوة هاجر أول فوج من الصحابة إلى الحبشة وكان مكوناً من اثني عشر رجلاً وأربع نسوة يا لفضل الله ورحمته يا أبا سلمة ماذا يا مصحب؟ لقد رزقنا الله بسفينتين نعم والله لقد من الله علينا يا عباد الله سنبحر إلى الحبشة على هاتين السفينتين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنوا واطمأنوا بأرض الحبشة وأنهم قد أصابوا داراً وقراراً ائتمروا بينهم أن يبعثوا منهم رجلين إلى النجاش فيردهم إليهم ويخرجهم من دارهم التي اطمأنوا بها وأمنوا فيها فبعثوا عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص محملين بالهدايا للنجاش وبطارقته محملين بالنجاش محملين بالنجاش جاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت وقب عثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم فهم أعلم بما عابوا صدقاً أيها الملك قومهم أعلم بهم وبما عابوا فأسلمهم إليهما فليردوا إلى بلادهم وقومهم لا والله لا أسلمهم إليهم فهم قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم فإن كانوا كما يقولون أسلمتهم إليهما وردتهم إلى قومهم وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني لقد جاء عمر بن العاص ليأخذنا ولو رجعنا إلى مكة لن نرى خيراً قط وماذا سيفعل معنا الملك النجاشي؟ حسبنا الله هو نعم الوكيل فليذهب معنا جعفر بن أبي طالب ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا في دين أحد من الملل تكلم يا جعفر يا ابن أبي طالب أيها الملك كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئاً وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله فعبدنا الله وحده فعد علينا قومنا فعذبونا وأفتنونا في ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا مظلم عندك أيها الملك هل معك مما جاء به عن الله من شيء فقرأه علي فقرأ عليه جعفر بن أبي طالب سدر سورة مريم إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكات واحدة انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكما بسم الله الرحمن الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ونقمل ما بدأناه بالأمس عن السيدة أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها لقد مرت الأيام وعاش الزوجان في سعادة ورزقهم الله بطفلة أسمياها حبيبة وأحاطهم النجاشي ملك الحبشة كما أحاط كل مسلم برعايته وعطفه ووفر لهم الجو المناسب للعبادة والصلاة ولم تستمر سعادة الزوجة طويلا فقد لاحظت تغيرا كبيرا في سلوك زوجها إذ أصبح لا يفيق من الخمر قالت أم حبيبة لقد تغير حالك يا عبيض الله بعدما أصبحت تعاقل الخمر نهارا ومساءا لا شأن لك يا رملة منذ متى وأنت وصية علي ألا تعلم أن الخمر أم الخبائث كما أخبرنا الرسول الكريم قلت لا شأن لك رياك أن تحدثيني في هذا الأمر ثانية باتت رملة طوال الليل تفكر في أمر زوجها وما أصابه واستسلمت للنوم ولكنها سرعان ما نهضت مضعورة استغفر الله على عظيم استغفر الله على عظيم يا له من حلم بشى اللهم التف بنا يا رب اللهم التف بنا ولا ترينا ما نكره ما بك يا رملة وما هذا الخوف الذي يرتسم على وجهك لقد رأيت رؤية مخيفة أما هذه الرؤية التي أفزعتك إلى هذه الدرجة وهل تخصني أم تخصك بل تخصك يا عبيد الله فقد رأيتك في أسوأ صورة وأبشع خلقه ماذا يضحكك يا عبيد الله ليس هناك أسوأ مما صرنا إليه يا زوجتي العزيزة ماذا تقصد بقولك لقد جلب علينا دين محمد الشر ومنذ اتبعناه ونحن نعيش في ضيق ومعاناه بل كنا في ضيق وشر قبل أن نتبعه فلما آمنا به شرح الله صدورنا وأنهار قلوبنا وبصائرنا عبيد الله ماذا تخفي عني لقد تركت دين محمد وآمنت بدين أهل الحبشة وأرى أن تفعلي مثل ما فعلت فإن ذلك خير لنا وها قد تحقق ما رأيته في منامي افعل ما شئت فما أنا بالتي تترك الإسلام وتعود للشرك أبدا ووالله ما هذا خير لك بل هو شر وخسران راحت رملة تفكر في مصيرها بعد أن ارتد زوجها عن الإسلام وفارقها هل تعود إلى مكة ليعذبها أبوها ويشمت بها قومها أم تبقى في بلاد الحبشة وحيدة مع ابنتها حبيبة وتعيش قسوة الغربة والابتعاد عن الأهل والوطن وأغلقت أم حبيبة دارها على نفسها وانتظرت ما سوف تصفر عنه الأيام وتظهره الأقدار وذات ليلة وبينما هي في حزنها غارقة واستيقظت أم حبيبة وأخذت تردد أم المؤمنين هل سأصبح أماً للمؤمنين حقاً ولم تمر سوى أيام قليلة على هذه الرؤية حتى سمعت على بابها دقات فأسرعت لتفتح فإذا بها جارية النجاشي وكانت تدعى أبرها أبشري يا أم حبيبة بشرك الله بكل خير يا أبرها رسول الله أرسل إلى الملك ليزوجك له ويطلب منك أن توكلي من يزوجك لا أصدق ما أسمع أم المؤمنين سأكون أماً للمؤمنين أشكرك يا رب أشكرك يا رب وأحمدك خذي يا أبرها خذي هذه الأساور الفضية وخذي أيضاً هذه الخواتم وهذا الخلخال يا وجه الخير ولو كان عندي أكثر لأعطيتك إياه أستحلفك بالله إذا أتيت رسول الله فأقرئيه مني السلام لقد اهتديت للإسلام أفعل إن شاء الله أرسلت أم حبيبة إلى ابن عمها خالد بن سعيد بن العاصي وجعلته وكيلاً عنها في زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم وفي المساء اجتمع المسلمون في قصر النجاشي الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم أما بعد فإن رسول الله كتب إلي أن أزوجه أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله وقد أصدقتها أربعمائة دينار فأجابه خالد بن سعيد بن العاصي وكيل الزوجة قائلاً الحمد لله أحمده وأستعينه وأستنصره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله وزوجته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان فبارك الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك عليك يا أم حبيبة وابتهج المسلمون في الحبشة بهذا الزواج العظيم فقد جاء تتويجاً لصبر أم حبيبة وتمسكها بدين الله كما جاء ليخرجها مما كانت تعانيه بعد فراق زوجها لها وارتداده عن الإسلام فقد أصبحت زوجة لسيد ولد آدم وأما لكل المؤمنين وأعد النجاشي وليمة عظيمة ابتهاجاً بهذه المناسبة اجلسوا فإن سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يطعموا طعاماً لما وصل إلى أم حبيبة صداقها من المال أرسلت إلى الجارية أبرها التي بشرتها يا أبرها إني كنت أعطيتك يومئذ ما أعطيت ولم يكن عندي مال هذه خمسون ديناراً خذيها واستعيني بها بارك الله لك يا سيدتي لقد أمرني المالك ألا أخذ منك شيئاً وأن أرد ما أعطيتنيه من قبل فقد كافأني بنفسه أشكرك يا أبرها هل لك حاجة أقضيها لك؟ حاجتي إليك أن تقرئي على رسول الله مني السلام وتعلميه أني قد اتبعت دينه واستعدت أم حبيبة للرحيل إلى المدينة المنورة ولقاء الحبيب وذلك في السنة السابعة للهجرة وخفق قلبها بالحب والإيمان وهي تركب راحلتها في طريقها لرسول الله وزف أهل مكة الخبر إلى أبي سفيان أما علمت بالخبر يا أبا سفيان لقد تزوج محمد ابنتك رملة نعم علمت ما لنا نراك هادئاً راضياً ولا تغضب يا ابن حرب ولماذا أغضب؟ هو الفحل لا يقضع أنفه أراك رضيت إذن بهذا الزواج بل وفرحت له إنه أشرف العرب على الإطلاق وحق لمن يصاهر محمد أن يفخر ويتيها على الناس جميعاً ولم يجد العرب ما يقولونه تعليقاً على كلام أبي سفيان سوى قولهم حقاً الحق ما شهدت به الأعداء احتفلت المدينة بهذا الحدث العظيم حين زفت أم حبيبة وكان عمرها يومئذ ستة وثلاثين عاماً على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى في شأن هذا الزواج المبارك قوله بسم الله الرحمن الرحيم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم صدق الله العظيم فكانت المودة التي جعل الله بينهم تزويج النبي بأم حبيبة بنت أبي سفيان فصارت أم المؤمنين وصار أخوها معاوية خال المؤمنين استقبلت المدينة المنورة رملة والمهاجرين من الحبشة بالبشر والترحاب ودخلت رملة بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبوأت مكانها في حياة النبي فهي امرأة جاهدت في سبيل الله وصبرت على الابتلاء فكافأها الله تعالى بالزواج من رسوله صلى الله عليه وسلم غير أن ما كان يؤرقها هو كفر أبيها الذي رباها وأنفق عليها وتمنت أن تحدث المعجزة ويسلم أبوها وينضم إلى كتيبة الإيمان وحين عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتح مكة أرسلت قريش أبا سفيان كي يفاوضه على مد الهدنة بعد أن نقضوا العهد الذي وقعوه في الحديبية لقد جئت إليك يا ابنتي لكي تشفعي لي عند زوجك فقد علمنا أنه ينوي غزو مكة حيث أهلك وعشيرتك سكتت رملة ولم تجبه فهي تعرف أن رسول الله ما دام عزم على شيء فسيمضي إليه لأنه لا يتحرك عن أمره ولكنه يسير تبعا لإرادة السماء وهم أبو سفيان أن يجلس حتى يعود رسول الله فيكلمه بنفسه فنظر في أرض الحجرة فوجد فراشا فأراد أن يجلس عليه لكن ابنته أسرعت وطوت الفراش قبل أن يصل إليه لما طويت الفراش عني يا ابنتي ورب محمد ما رفعت هذا الفراش إلا لأنك رجل مشرك بالله فكيف آمنك على فراش جلس عليه رسول الله يا ابنتي لقد أصابك بعد شر بل أنت الذي أصابك الشر كله بكفرك بالله عاشت السيدة أم حبيبة رضي الله عنها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا وثلاثين سنة متمسكة بهديه سائرة على سنته كما كانت رضي الله عنها حسنة الصلة بأمهات المؤمنين حريصة على ودهن واسترضائهن وتوفيت بالمدينة عن ثمان وستين سنة في خلافة أخيها معاوية بن أبي سفيان رحم الله أم حبيبة المرأة القوية الثابتة المخلصة بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله الحبيب المحبوب سيدنا محمد وعلى جميع أنبياء الله ورسله آمين إن سيرة نساء أهل البيت وتتصل بحبل من التقوى بأولئك التي نلنا التشريف بالانتساب ببيت النبوة الكريم فكن سادة النساء على مدى الزمان ما أكثر الأسماء والألقاب التي أطلقت على بطلة حلقتنا ولكن كنية بذاتها كانت تعتز بها على وجه الخصوص ويعتز بها كل مسلم تلك هي الكنية التي أطلقها عليها أبوها صلى الله عليه وسلم فكان يقول عليه الصلاة والسلام فاطمة بنت أبيها إنها فاطمة الزهراء سيدة نساء العرب الصديقة المباركة والطاهرة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان عليه الصلاة والسلام يعلم أنه سوف لا يمتد له ولد إلا من الزهراء فتكون هي الطيار الذي يحمل نوره عبر الزمن كانت آخر بنات النبي من السيدة خديجة والتي اختصت بحب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في عصر كان مولد البنات نكبة على أي أسرة وتعني بناتي لا تايني بناتي لا تاينها لا تقتلها دعيني أيدها قبل أن تجلب العرض ابناتي إذا دعني مقبلها بل الموت لكل البنات قبل العرض ابناتي ابناتي فكان حبه لبناته أبلغ تعبير عن رفضه لأسلوب العرب في احتقار البنات والمبالغة في هذا الاحتقار إلى حد الوأد والقتل فبعد وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها لم يعد في البيت سواها فرقيت وأم كلثوم وزينب تزوجنا كلهن تحكي لنا الزهراء وتقول كان لي كل شيء وكنت له كل شيء كنت ابنته الصغيرة وأمه الصغيرة أيضا يخرج إلى دعوته ثم يعود بأذى قريش وأشعر بالأسى في صدره لما يلقاه من قومه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وقد نحر جمل قرب أحد الأصنام وبقي روثه وبعض الدماء والأقدار في المكان وكان أبو جهل وعقبة بن أبي معيط وبعض قفار قريش في مجلسهم قرب الكعبة أيكم يا أخذوا سلى هذا الجزور فيضعه بين كتفي محمد وهو ساجد من؟ أنا لها يا ابن هشام أسرع إذن يا عقبة قبل أن ينتهي من صلاته أخذ الشقي بن أبي معيط الروث وألقاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد والقوم ينظرون ويتضاحقون وإذا بفاطمة قد أقبلت ورأت الروث بين كتفي أبيها فأسرعت إليه وألقته عن ظهره الشريف وغسلت ولما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة رفع يديه متوجها إلى ربه وقال اللهم عليك بشيبة بن أبي ربيعة اللهم عليك بأبي جهل بن هشام اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط اللهم عليك بأمية بن خلف فلما سمع المستهزئون صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم اختفت ضحكاتهم وخفتت أصواتهم وخافوا من دعوته عليهم خوفا شديدا بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى علي بن أبي طالب خفية أن اخرج إلينا بالفواطم ومن ترى من ضعفاء المسلمين وكان صلى الله عليه وسلم يعني بالفواطم فاطمة بنت أسد أم الإمام علي وفاطمة بنت الزبير وفاطمة الزهراء فلما كان يوم الخروج وكان سيدنا علي قد اتفق مع دليل يعرف الطريق إلى يثرب وهو أبو واقد فخرج ليلا ومعه بعض ضعفاء المسلمين يا أبا واقد أراك تسوق الرواحل سيرا حثيثا يا ابن أبي طالب إنما أريد أن نبتعد قدر ما نستطيع عن مكة حتى نأمن الطلب رفقا بالنسوة يا أبا واقد سيتعبن قليلا ثم يسترحن حين نكون جميعا في أمان لا تخف فقد أرسل إلي رسول الله يقول يا علي إنهم لن يصلوا إليك بما تكره فسربنا سيرا هينا وسق الرواحل سوقا رفيقا وسار الركب حتى قارب جبيل وهو بين مكة والمدينة فإذا بثمانية فرسان ملثمين يدرقون القافلة فانبرى علي بن أبي طالب فالتهدأ نفوسكن والله لا يخلص أحد لكن من هؤلاء بشر وسيف بيدي يا أبا واقد أنخل إبل وعقلها ثم أنزل النساء ودعني لهؤلاء يا ابن أبي طالب أظننت أنك ناج بالنسوة؟ ارجع بهن فإن لم أفعل لترجعن راغبا أو لأرجعن برأسك تقول لي هذا يا حرب بن أمي عد بمن معك فإني لا أحب أن أثكل أمهاتكم وفيهن قريبات لي وليمن معي ولكننا والتي نحب أن تثكلك أمك إنها معك وستراك ونحن نجدز رأسك إن أبيت أن تعود بمن معك والله لن ترى أمي غير مسرعكم قالت فاطمة لا شلت يمينك يا ابن أمي أيها الرجال قد رأيتم مسرع صاحبكم وإني والله لقاتلكم الواحد بعد الآخر إن لم تتنحوا عن طريقي فإني منطلق إلى أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن سره أن أريق دمه فليدنوا مني اذهب آمنا يا ابن أبي طالب اذهب آمنا بمن معك وتصل فاطمة الزهراء إلى أبيها في دار الهجرة حتى إذا فرغ المسلمون من بدر واستقر الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة انتبه بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة وسعى إلى خطبتها من يطلب الشرف ويرغب في الكرامة فتقدم أبو بكر الصديق لخطبتها فسكت صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه ورد صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب كما رد أبا بكر وذهب إليه عبد الرحمن بن عوف يا رسول الله زوجني فاطمة فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم مبتسما وأدرك بن عوف وأحس أن رسول الله يريد أن يحظى بها ابن عمه علي بن أبي طالب فذهب عبد الرحمن بن عوف إلى علي وما يدريك أنه يزوجني فاطمة والله ما ذكرها أحد لرسول الله إلا أعرض عنه وإني والله أراه ما يريد بها غيرك وإن ردني إن ردك فقد رد أحب أصحابه إليه ولكنني ما أحسابه يردك إني أفقر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد هممت أكثر من مرة أن أكلمه في هذا فمنعني فقري وخوفي من أن يردني كما رد أصحابه والله ما ردنا إلا لأنه يريدك لها فاذهب زادك الله فضلا إلى فضلك وشرفا إلى شرفك ويذهب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمل يداعبه وحب فاطمة يحث خطاه حتى إذا جلس بين يديه صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليك وسلم إنني إنني يا رسول الله ويبتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بابتسامته الحلوة الرقيقة الحنون ويقول لابن عمه الخجول يا علي كأنك قاصد حاجة فابدأ بما في نفسك فكل حاجتك عندي مقضية فداك أبي وأمي يا رسول الله إنك لا تعلم أنك أخذتني من عمك أبي طالب وأنا صبي لا أعقل شيئا فهديتني وأدبتني فكنت أفضل من أبي طالب في البر والشفقة وأن الله عز وجل هداني بك واستنقذني من الشرك وأنت يا رسول الله ذخري ووسيلتي في الدنيا والآخرة وقد أحببت أن يكون لي بيت وزوجة أسكن إليها وقد أتيتك خاطبا ابنتك فاطمة فهل تزوجني يا رسول الله ويتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا وسرورا ويقول لعلي أمهلني يا علي حتى أستشيرها بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله الحبيب المحبوب سيدنا محمد وعلى جميع أنبياء الله ورسله آمين فدخل صلى الله عليه وسلم على فاطمة وقال أي بنيه إن ابن عمك علي قد خطبك فماذا تقولين انهمرت الدموع من عيني فاطمة وبكت كأنك يا أبتي إنما ادخرتني لفقير قريش ولكن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال منبها لها لفضل وفضائل علي فقال صلى الله عليه وسلم ما لك تبكين يا بنيتي فوالله لقد أنكحتك أكثرهم علما وأفضلهم حلما وأولهم إسلاما وردية الزهراء الزواج بسيدنا علي ويعود صلى الله عليه وسلم لعلي ويقول له يا علي هل معك شيء يصدقها قال علي والله ما يخفى عليك حالي ولا شيء من أمري لا أملك غير درعي وسيفي وناقتي مرة أخرى يبتسم صلى الله عليه وسلم لابن عمه ويقول له في رفق يا علي عندك درع أهديته إليك يوم بدر أين هي؟ هي عندي يا رسول الله أردت أن تدفن معي يوم أموت يقول صلى الله عليه وسلم أعطها لفاطمة مهرى هي لها يا رسول الله وباع الإمام علي الدرع بأربعمائة درهم فأمره صلى الله عليه وسلم أن يجعل ثلثها في الطيب وثلثها في المتاع وزفت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عم رسول الله زفت الزهراء إلى الإمام ولما دخلت فاطمة بيت زوجها قال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهما وبارك في ذريتهما وجعل عليهما منك حفظا وإني أعيذهما بك وذريتهما من الشيطان الرجيم يا فاطمة أذهب الله عنك الرجس وطهرك تطهيرا طهركم الله وطهر نسلكما أستودعكم الله واستخلفته عليكما ثم أغلق عليهم البيت بيده الشريفة تذكر كتب السيرة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أصاب منزلا بعيدا عن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم عندما تزوج فاطمة الزهراء ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يصبر على فراق فاطمة جاء يزورها وقال لها قال صلى الله عليه وسلم يا فاطمة إني أريد أن أحولك إلي أي تكوني ساكنة بجواري فقالت فاطمة في استحياء فكلم حارثة بن النعمان يتحول لي عن منزله قال صلى الله عليه وسلم قد تحول حارثة عنه حتى قد استحييت وكان حارثة بن النعمان وهو من الأنصار قد تنازل عن دوره من قبل لنبي الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك حارثة بن النعمان فتنازل عن داره وجاء إلى النبي يا رسول الله قد دلغني أنك تحول فاطمة إليك وهذه منازلي وهي أقرب بيوت بني النجار بك وإنما أنا ومالي لله ورسوله والله يا رسول الله للذي تأخذه مني أحب إلي من الذي تدعى فقال صلى الله عليه وسلم صدقت وبارك الله عليك فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء إلى بيت حارثة لتكون ملاسقة لحجرته الشريفة ويبدو أن سيدنا علي قد أشفق على فاطمة وقد أنهكها عمل الطحن حتى أثر في يديها وأضحى جسمها نحيلاً خائر القوى وهو لا يملك المال لاستخدام خادم يخفف عنها عبء العمل يا فاطمة اذهبي إلى أبيك واطلبي خادمة تعينك على ما أنت فيه فذهبت رضي الله عنها إلى أبيها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بك يا بنيه جئت لأسلم عليك يا رسول الله استحيت فاطمة أن تسأله شيئاً ورجعت إلى بيتها ويبدو أن علي وفاطمة قد شجع كل منهما الآخر فذهبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحى له حالهما وطلبا منه خادماً فقال صلى الله عليه وسلم في رفق لا والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم لا أجد ما أنفق عليهم ألا أخبركما بخير مما سألتماني كلمات علمنيها جبريل عليه السلام تسبحان الله في ضبر كل صلاة عشرة وتحمدان عشرة وتكبران عشرة وإذا أويتما إلى فراشقما تسبحان ثلاثاً وثلاثين وتحمدان ثلاثاً وثلاثين وتكبران ثلاثاً وثلاثين وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ودعهما وبعد أن ترك أعظم الأثر في نفس الزهراء وعلي رضي الله عنهما ولم يترك هذه الكلمات المباركات إلى أن لقي كل واحد منهما ربه ويرزق الأبوان الفقيران ذرية من البنين والبنات وقدما للإنسانية خيرة شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضوان الله عليهما كان صلى الله عليه وسلم إمام المتقين وكانت الزهراء من أزهد نساء الدنيا وكان صلى الله عليه وسلم يرضى لرضاها ويغضب لغضبها فقال صلى الله عليه وسلم فاطمة بدعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني وها هي قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تذهب إليه فتسمع منهما يحزنها ويفرحها في نفس الوقت وكيف مضت الأيام الثقال على الغالية فاطمة الزهراء رضي الله عنها وما هونها عليها غير تلك البشارة أنها أول أهله لحوقا به صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء بقية الباقيات من الأبناء والبنات يختصها النبي بمناجاته في عشية وفاته إني مفارق الدنيا فتبكي إنك لاحقة بي فتضحك في هذا الضحك وفي ذلك البكاء على برزخ الفراق بين الدنيا والآخرة أخلص الود والحنان بين الآباء والأبناء سرها بمبوته وسرها بأبوته فضحكت ساعة الفراق لأنها ساعة الوعد باللقاء حتى إنها بكت ثم ضحكت فقد أسر لها صلى الله عليه وسلم أن الأجل قد اقترب فبكت ثم أخبرها أنها أول أهله لحوقا به فضحكت فلما ثقل المرض واشتد الألم على النبي كانت الزهراء تبكي وتقول وَا كَرْبَ أَبَتَاهَ فكان يقول لها صلى الله عليه وسلم ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى رحاب ربه أخذت الزهراء تصيح يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه في جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه هكذا رحل الحبيب صلى الله عليه وسلم فحزنت عليه فاطمة حزنا كاد يمزق قلبها وجلست تستعيد شريط الذكريات منذ كانت طفلة صغيرة تعيش بين حنان وعطف ورحمة أبيها صلى الله عليه وسلم وأمها خديجة إلى أن تراكمت الأحزان في قلبها وفي يوم الثلاثاء لثلاث خلون من رمضان سنة إحدى عشرة من الهجرة فاضت الروح المطمئنة إلى ربها راضية مرضية إنها السيدة فاطمة سيدة نساء العالمين وابنة سيدة نساء العالمين خديجة وابنة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والذين صبروا بتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله الحبيب المحبوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه السلسلة الجديدة من نساء حول الأنبياء سوف نستعرض نساء عشن في عصور الأنبياء وأثرن فيهم وفي مجتمعاتهن إما تأثيرا محمودا يحسب لهن ويرفع من دراجاتهن وإما تأثيرا مذنوما يحسب عليهن ويجعلهن وبالا على المجتمعات ونقطا سوداء في تاريخهم فالنساء شقائق الرجال كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهن يحملن مسؤولية الأمانة الكبرى معهم ويحاسبن عليهم كما يحاسب الرجال كان للنساء دور بارز في التاريخ الإسلامي سواء بكونهن أمهات أو مجاهدات أو عابدات يذكرهن التاريخ بحروف من نور وكانوا عنوانا للتحمل والإرادة وتحدي أصعب الصعاب ومن هؤلاء النساء الخالدات شخصية حلقة اليوم السيدة أسماء بنت أبي بكر الملقبة بذات النطاقين رضي الله عنها لم تكن أسماء رضي الله عنها إذ رفعت عينيها نحو الخشبة طرى ابنها عبدالله بن الزبير الذي هو ابن الزبير بن العوام صاحبي وابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ترى فلذة كبدها مصلوبا فقد كانت أسماء بنت أبي بكر ساعتها عمياء وقد ناهز عمرها التسعين عاما إن المجاهدة العظيمة التي أفرد لها التاريخ صفحة ناصعة في سجله يوم الهجرة الخالدة يوم كسبت وسامها العظيم فلقبها صلى الله عليه وسلم بذات النطاقين هل انتهيت يا أسماء؟ هيا أسرعي إني آتيت يا أمي آتي بارك الله فيك يا بنيتي ما الذي أتى بهذا الجرو إلى هنا؟ إنه يتبعني أينما ذهبت يا أمي ربما كان جائعا دعي له بعض الطعام ولكن خارج المنزل أمرك يا أمي أمرك أسماء هل تشعرين بالفعل أني أمك؟ بل أنت نعم الأم أنت التي ربيتني ولم تفرقي بيني وبين أختي عائشة وأخوايا محمد وعبد الله ما زالت أمكي على شركها أليس كذلك؟ وحاولت أن أدعوها إلى الإسلام أكثر من مرة لكنها أبت لقد تزواجها أبو بكر وطلقها في الجاهلية وقمت أنا على رعيتك كنت قد عزمت على أن أقاطعها ولكن استفتيت رسول الله فأوصاني بأن أصلها يهدي الله من يشاء يا بنيتي هيا نعد طعام كانت أسماء في تلك الأيام صابية لا تتعدى الخامسة عشرة من عمرها صبية قد تزين بيتها بنور الإسلام ولعله كان أول بيت يشرق فيه النور الإلهي بعد بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت مع أبيها وأمها وأختها عائشة وأخيها محمد وعبد الله وخادمهم عامر بن فخيرة رضي الله عنهم أجمعين ورفض أبو طالب ما يقولون ونهرهم يا لهفي عليك يا حبيبي يا رسول الله يا بني هاشم يا بني هاشم أدعوكم لمنع قريش عن محمد والقيام دونه كلنا معك كلنا مع أبي طالب ومحمد كان ذلك حين اشتد أذى المشركين وعصفهم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أكثر صحابته قد هاجروا إلى يثرب كلنا معك لمنع محمد ورحميه وبدأ تعذيب المشركين للضعفاء من المسلمين وهذا بلال يضعون فوقه الصخرة العظيمة أحد الأحد أحد 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 إلى متى الصبر يا أبا سفيان ونحن نرى أصحاب محمد ينسلون الواحدة والآخر هربا من مكة ولا يأبهون بنا بل إن محمدا يحرض عبيدنا على اتباع دعواته المزعومة على رسلك يا ابن هشام إن ما يهمني هو أمر محمد يجب أن نحول بينه وبين الخروج ذلك حتى لا تنتشر دعوته خارج مكة فهو أمر لن تحمد عواقبه لقد رسدت العيون حول داره ولا تنسى بناء بقحافة صاحبة فهما لا يكادان يفترقان لقد استفحل خطر محمد ونخشى على مصالحنا وتجارتنا فأنت تعلم بأن اليهود يقتنون يثرب وما حولها فقد يستميلهم هم أيضا إلى دعوته لا أظن ذلك يحدث ومع ذلك يجب أن نحرس على أن نتواصل معهم ونرسل إليهم بوفد يعلمهم بخطورة دعوة محمد يا أبي لقد هاجر أكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنت قال لها أبو بكر إني كلما كلمته في ذلك عليه الصلاة والسلام قال لي لا تعجل لعل الله يجد لك صاحبا شعرت وقتها بأن أبي سيكون هو رفيق رسول الله في رحلة النور إلى مهجره حتى كان اليوم الذي جاءنا فيه صلى الله عليه وسلم في الهاجرة في ساعة لم يكن يأتي فيها فأجلسه أبي حقاً نعم يا أسماء الحمد لله الذي جعلني صاحب رسول الله في رحلته هذه الحمد لله لم يأمر رسول الله بغير صحبتي ومات الخروج يا أبي في الغد إن شاء الله وإن لرسول الله حاجات فأمر أن أرسل أخويكما محمداً وعبد الله في قضائها في الخفاء حتى لا تعرف قريش بما ينتويه رسول الله إني والله نشيطة خفيفة فليبعثني رسول الله في بعض حاجاته سوف يكون لك ما تشتهين يا أسماء حقاً يا أبي حقاً سننطلق على أقدامنا إلى غار ثور نختبئ فيه حتى نأمن القوم هذا تأتي به إلينا أختك يا أسماء فزت به دونك يا عائشة على رسلك يا أسماء ولا يستخفنك الفرح فتغفلي عن أمرك فإن قريشاً تتربص برسول الله أعرف جيداً كيف أضلل أبا جهل وأصحابه تخرجين إذا أمسيت بالطعام وما أحسبك تخطئين الطريق إلى الغار يا أسماء إني والله أعرف الطريق إلى الغار كما أعرف كفي على بركة الله اللهم اجعل من أبي بكر وأهله فداء لرسول الله وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لعل أن يجعل الله لك صاحبا اشترى أبو بكر راحلتين ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الليلة حتى لحقا بغار ثور في اتجاه اليمن وكان دليلهم عبد الله بن أريقت ولم يكن قد دخل الإسلام بعد وحزن الرسول صلى الله عليه وسلم على فراق مكة وقال والله إنك لأحب البلاد إلي ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت حدث ما كنا نخشاه يا أبا سفيان لقد خلت مكة من محمد وصاحبه أبي بكر سوف نرسل من يقتفي آثارهما فلا أظن أنهما ابتعد كثيرا عن مكة ها هي ابنة أبي بكر ترى أين كانت اقتاري بي آياتها الأمة ماذا تريد؟ فيما وجهتك؟ ليس هذا من شأنك أين أبوك يا أسماء؟ فله يومان لم يظهر في ربوع مكة ولا شعبها لا أعلم عنه شيئا تكذبين آياتها الحقيرة؟ قبهك الله يا عدو الله أتلطمني على وجهي؟ ويحك يا ابن هشام ويحك ماذا فعلت؟ منذ متى وأيدينا تمتد بالأذى على حرائر العرب؟ أتريد أن تعيرنا قريش بما فعلت؟ ألا ترى كذبها يا أبا سوفيان؟ دعها وشأنها اذهبي اذهبي الآن يا أسماء اذهبي وبعد يا سيد قريش أطلب من يأتي معنا الساعة لنختفي آثارهما خارج مكة هيا هيا بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينة سكينته عليه وأيّده وأيّده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله الحبيب المحبوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مكافأة ضخمة قدرها مئة ناقة لمن يأتينا بمحمد وأبي بكر حيّين أو ميتين مئة ناقة مئة ناقة هذا لأنه لكمل كبير راقب مكة من جميع الجهات رقابة مسلحة من يأتينا بالرجلين من يأتينا بمحمد وأبي بكر أين الفرسان أين الأسود اذهبوا وأأتوا بهما ولكن أيتها السيدة العظيمة أسماء لم نعلم حتى الآن لماذا لقبت بذات النطاقين حدث أن خرجت في اليوم الثالث إلى الغار فقابلني في الطريق عبد الله بن عقبة بن أبي معيط وهو ابن عدو الله ولكنه لم يشترك أبدا في إيذاء رسول الله كما فعل أبوه وقد أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه إلى أين يا أسماء؟ عبد الله إن كانت لك حاجة صحبتك بوركت يا عبد الله إني أعرف طريقي وما هذا الذي معك؟ طعام إنه طعام أذهب به إلى خادمنا عامر بن فهيرة فقد خاصم أبي في أجره وأبى إلا أن يقضي أيامه بالغنم في بطحاء مكة دعيني أحمله عنك حتى لا يسقط على الأرض دعي السفرة يا عبد الله أوشكت أن تتلفها سيسقط ما بها على الأرض عودي إلى ذلك يا أسماء واصنعي لها عقالا يربطها به لقد أتلفت السفرة دعني دعني الساعة وخشيت أن يتفلت ما في السفرة بعد أن تمزق بعضها من شدة جذب عبد الله لها وكرهت أن أعود إلى الدار لأجعل لها عقالا يربط على فمها ليحفظ باقي ما فيها وذلك خوفا من أن ألفت أنظار مشرك قريش المتربصين قال أبو بكر ماذا فعلت بنطاقك يا أسماء؟ ما وجدت شيئا أربط به السفرة إلا نطاقي فشققته لاثنين فأربط بواحد السقاء وبالآخر السفرة فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي قال صلى الله عليه وسلم لأسماء لقد أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة إنه لقب عظيم من رسول كريم خلعه على صحابية جليلة فكان لها شرف حمل هذا الوسام وهذا اللقب ذات النطاقين أتمت أسماء بنت أبي بكر مهمتها بنجاح كبير تحدد به طواغيط الشرك فكانت تحمل زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في عتمة الليل غير مكترثة بما سيحدث لو انكشف أمرها فعاشت بقية حياتها تحمل وسام الشرف والشجاعة لأنها ذات النطاقين خرجت من مكة إلى المدينة مهاجرة وأنا حبلة بعبد الله بن الزبير وما إن نزلت بقباء وضعت وليديه وسماه رسول الله عبد الله وتشهد ذات النطاقين حصار الحجاج لابنها في مكة وترى كيف أجهد الحصار جيش ابنها حتى تفرق عنه أصحابه وخذلوه فدخل الخليفة الحزين على أمه دخل على ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر العابدة الزاهدة يا أمي خذلني الناس ولم يبقى معي إلا اليسير ممن ليس عنده من الدفع أكثر من صبر ساعة والعدو يعرض أن يعطيني ما أعرضت من الدنيا فما رأيك؟ أنت والله يا بني أعلم بنفسك إن كنت تعلم أنك على حق وإليه تدعو فامضله فقد قتل عليها أصحابك ولا تمكن من رقبتك يتلاعب بها غلمان عدوك وإن كنت أردت الدنيا فبئس العبد أنت كنت على حق يا أمي فلما وهن أصحابك باعوك فهذا ليس بفعل الأحرار ولا أهل الدين كم خلودك في الدنيا كم خلودك في الدنيا كل من عليها فان فما إقبالك عليها في مثل هذا الموقف القتل أحسن لقد أمنني الحجاج يا بني مت كريما يا بني ولا ترد الدنيا فالموت لا بد منها إني أخاف أن يمثل به يا ولدي إن الشات لا يضيرها سلخها بعد ذبحها دعيني أقبل رأسك يا أمي نعمل ابن أنت يا عبد الله نعمل ابن والله لا أسلم نفسي لهم أبدا يا أمي والله ما ركنت إلى الدنيا ولا أحببت الحياة فيها وما دعاني إلى قتال هؤلاء إلا الغضب لله أن تستحل حرماته ولقد استقر رأيي على ذلك قبل أن آتيك ولكني أحببت أن أعلم رأيك فيزيدني بصيرة مع بصيرتي إني إذا أعرف يومي أصبر إذ بعضهم يعرف ثم ينكر فاصبر والله إن شاء الله يا أمي إني مقتول من يومي هذا فلا يشتد حزنك وسلم الأمر لله فإن ابنك لم يتعمد إتيان منكر ولا عملا بفاحشة ولم يغدر في أمان إني لأرجو من الله أن يكون عزائي فيك حسنا جزاك الله خيرا يا أمي فلا تدعي الدعاء لي لا أدعوه أبدا والله اللهم قد سلمته لأمرك فيه ورضيت بما قضيت فأتبني في عبد الله ثواب الشاكرين الصابرين كانت رضي الله عنها شامخة الرأس عزيزة النفس لا تقبل الذل لنفسها ولا ترضاه لأبنائها فكان لها موقف مع الحجاج بن يوسف الثقفي ينم عن شجاعة كبيرة وذلك عندما أرسل الحجاج في طلبها بعد مقتل ابنها عبد الله فأبت أن تأتيه فأرسل إليها يهددها قل لها لتأتيني أو لأبعث من يسحبك من قرونك يا بنت أبي بكر فردت عليه مع رسوله قائلة والله لا آتينك حتى تبعث إلي من يسحبني من قرونه فلم تغضع لجبروته ولم تلل لقسوته ولم تخش بطشه فاضطر هو أن يأتي إليها هل لك حاجة يا أماه لست لك بأم إنما أنا أم المصلوب على الثنية إن أمير المؤمنين أوصاني بك قتلت عبد الله يا حجاج يا بنت أبي بكر إن ابنك ألحد في هذا البيت وإن الله أذاقه من عذاب أليم وإني قاتل الملحدين بل قاتل المؤمنين الموحدين وكيف رأيت ما صمعت بابنك؟ رأيتك أفسدت عليه دنيا وأفسد هو عليك آخرتك ولا ضير أن أكرمه الله على يديك فقد أهدي برأسي حيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل دخلت أسماء بعد مقتل ابنها عبد الله بن الزبير بثلاثة أيام جاءت وهي مكفوفة البصر وقالت قولتها الشهيرة يا حجاج أما آن لهذا الفارس أن ينزل ويترجل؟ لم تمكث أسماء بعد موت ابنها إلا خمسة أيام فقد لقيت ذات النطاقين ربها ارتفعت إلى جنة الخلد روح العابدة الزاهدة الصابرة المجاهدة أسماء بنت أبي بكر صاحبة اللقب الشريف ذات النطاقين رضي الله عنها بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عاشت ثلاثة أرباع عمرها في مدرسة الرسالة ولم يكن الربع الأول من هذا العمر يبشر بأنها ستنال ذلك الخير العميم الذي نالت نعم لم يكن يبشر بأن بنت أعداء أعداء رسول الله ستصبح يوما أما للمؤمنين إنها أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب من صبت لاوي ابن نبي الله يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام ثم من ذرية رسول الله هارون عليه السلام أبوها حويي بن أخطب زعيم اليهود وعالم من علمائهم وكان على علم بأن محمد صلى الله عليه وسلم نبي مرسل من قبل الله منذ قدومه إلى المدينة لكنه استكبر لأن النبي من العرب ولم يقم من اليهود وهذه القصة تحكيها لنا السيدة صفية لما قدم رسول الله قباء على مشارف يثرب غدا إليه أبي وعم أبو ياسر بن أخطب فوالله ما جاءانا إلا مع مغيب الشمس وهما كسلانين يمشيان الهوينة فهرولت نحوهما وكان دائما ما يحتفيان بي ولكن ساعتها والله ما نظر إلي واحد منهما ودخل البيت ودخلت وراءهما فماذا في نفسك؟ عداوته ما حييت كان أبي لا يحمل لرسول الله إلا كل بغض لقد أغضبه أن يخرج نبي من غير بني إسرائيل ومن يثرب على الخصوص ولهم فيها السلطان والجاه والثروة وذات مرة اجتمع زعماء اليهود وكانوا لا يمنعون أن أحضر جلساتهم وكنت في ذلك الوقت صبية لم يتجاوز عمري الثالثة عشرة لقد استفحل أمر محمد وازداد خطره علينا نحن اليهود وسيزداد الأمر سوءا إن لم نسرع بالتخلص منه ومن دعوته لقد أصبح خطرا على سلطاننا بيثربى وتجارتنا لقد حرم الربى الذي نجني منه ثرواتنا وتمر الأيام وينجاب الظلام رويدا رويدا من عين صفية وخصوصا بعد أن حضر أبو سفيان واجتمع بأبيها زعيم اليهود حيي بن أخطب يا ابن أخطب أصدقني القول فيما يا أبا سفيان؟ في أمر هذا الدين الذي جاء به محمد ليفرق به العرب ويثير الناس علينا ما جاء به محمد ليس بدين يا أبا سفيان كيف؟ وهو يزعم أنه مذكور في كتابكم باسمه وصفته أوليس يزعم أيضا أنكم لستم على شيء وأنتم أشراف العرب وسدنة الكعبة وحراس البيت؟ فاصدقني القول فيما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد فإنكم معشر يهود أهل الكتاب الأول والعلم أفا ديننا خير أم دين محمد؟ بل دينكم خير من دينه بوركت بوركت يا ابن أخطب بوركت أدركت صفية بعد أن سمعت أباها يقول هذا لأبي سفيان أن أهلها من اليهود لا يحاربون دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا حسدا وبغضا وكراهة أن يكون نبي آخر الزمان من العرب وليس من اليهود فها هو أبوها بن أخطب يرجح عبادة الأوثان على عبادة الله الواحد الأحد وهو الذي يزعم أنه يتل الكتاب ويعمل بشريعة موسى ولقد فضح الوحي ما دار في السر بين أعداء الله ولم تطلع عليه غير صفية وتذكر قطب السيرة أن عم صفية أبا ياسر بن أخطب ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحادثه وذلك بعد أن أكد له أخوه بن أخطب أنه النبي المنتظر فرجع محاولا أن يقنع سادة اليهود بصدق دعوة محمد يا قوم أطيعوني فإن الله قد جاءكم بالذي كنتم تنتظرون فاتبعوا محمدا ولا تخالفوه هل تسمع ما يقوله أخوك يا ابن أخطب؟ إنه يدعونا لنتبع هذا النبي المزعوم إنه يهذي بما لا يعي لقد صحره محمد فلا تنصت إليه يا ابن أم أطعني في هذا الأمر وعصني فيما شئت بعد ذلك لا والله لا أطيعك أبدا لقد استحوذ الشيطان عليه يا ابن أخطب والله ما أراكم إلا في ضلال انتهي عما تقول أيها الشقي وإلا نالك من القوم ما تكره وتروي لنا السيدة صفية عن رؤيا كانت تراودها كان أبي قد زوجني بشاب يهدي لا يقل عنه حقدا وبغدا لرسول الله هو كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق والذي ورث الكفر عن أبيه فقد كان أبوه بن أبي الحقيق لا يكف عن إذاء رسول الله يا ابن تحويي هل ما تقول هو أمتك حق؟ أصدقيني القول لم يبقى يا كنانة إلا أن تجعل عبيدي عيونا علي قد بدت لا أطيق الحياة معك سرحني ودعني وحق يهود صدقت الأمة فيما أخبرتني له وبما أخبرتك هذه الخبيثة؟ عن رؤية تراودك صدقت الأمة في ذلك إنها رؤية تراودني كلما ذهبت إلى فراشي فقصصتها على أمتي فأنا لا أدري تفسيرها قصيها علي أرى في منامي أنني أسير في بستان جميل كثيرة أشجاره مليئة بكل ما نعرف ولا نعرف من ثمار وفاكهة هاها هاها هاكأنك ترين الجنة ثم أخذ يتدلى هذا القمر حتى حتى يكون في حجري ولما تظنين أنها رؤية فلا أراها إلا أضغاص أحلام لا إنها لرؤية فإنها تراودني الليلة بعد الليلة وما أحسب إلا أن خيرا كثيرا ينتظرني وهل قلت لأمتك إن ذلك القمر يأتي من ناحية يسرب ذلك والله ما يجيء في ذهن قسئت يا خبيثة إنما تتمنين أن تكوني زوجة لملك يسرب تلطمني يا ابن الربيع وإن عدت إلى قولك هذا قتلتك ولتعلم يا بنت حيي أننا سنخرج إلى محمد في يسرب نستعصله وأصحابه فإن انتهينا من أمره سرحتك وأطلقتك في الجبال يا من أملت أن تكوني في بيت محمد وسار الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى خيبر في أواخر محرم للسنة السابعة للهجرة فلما اقترب الرسول من هذه القرية رفع يديه ودعا ربه اللهم رب السماوات وما أضلل ورب الأراضين وما أقلل ورب الشياطين وما أضلل ورب الرياح وما أضرين فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها ثم قال لأصحابه أقدموا باسم الله فاندفع المسلمون كالسيل نحو حصون اليهود وراحوا يفتحونها حصنا حصنا وما كاد اليهود يرونهم حتى امتلأت قلوبهم بالرعب فولوا هاربين ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال مبتهجا بالنص الله أكبر خريبت خيبر وكان من السبايا صفية بنت حيي بن أخطب زعيم بن النظير لقد فجعت هذه المسكينة بفقد أهلها في هذه الغزوة إنها ابنة زعيم اليهود يا بلال يا بلال اذهب بها إلى رسول الله كي يقرر بنفسه ما يراه مناسبا بشأنهما قتلوا أباك وعمك يا صفية آه كف عن الصراخ والولولة يا ابنة العم هذا ما جنته أيديهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غاضبا يا بلال يا بلال أنجعت الرحمة من قلبك حين تمر بالمرأتين على قتلاهما يا رسول الله يا رسول الله إن صفية بنت حيي بن أخطب وابنة عمها كانت ضمن السبايا فجئت بهما إليك لتقرر ما ترى بشأنهما وتطلعت صفية إلى رسول الله فرأت نورا يضيء من جبينه وهمت بأن تتكلم لكن حياؤها منعها من ذلك فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بنت حيي بن أخطب لم يزل أبوك من أشر اليهود عداوة لي حتى قتله الله يا رسول الله إن الله يقول في كتابه ولا تزر وازرة وزر أخرى ويسر الرسول صلى الله عليه وسلم لحفظها لكلام الله فيقول لها اختاري يا صفية بنت أخطب إن اخترت اليهودية فعسى أن أعتقق فتلحقي بقومك يا رسول الله لقد هويت الإسلام وصدقت بك قبل أن تدعوني وصرت في رحلك وما لي في اليهود من أرب وما لي فيها والد ولا أخ وقد خيرتني بين الكفر والإيمان فالله ورسوله أحب إلي من العدق ومن أن أرجع إلى قومي وأعجب رسول الله بجوابها وشعر فيه الصدق والإيمان فأمسكها لنفسه ثم تزوجها وكان في هذا الزواج إعلاء لمكانة صفية حيث صارت أما لكل المؤمنين عاشت صفية أم المؤمنين رضي الله عنها قرابة أربعين سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنة خمسين من الهجرة ودعت أمنا صفية الدنيا لتصير إلى الرفيق الأعلى وهي راضية مرضية وكانت تقضي حياتها في الطاعات والقربات بين صلاة وصيام ونسك وصدقة وعلم وفقه إن الإسلام يحفظ للإنسان مكانته ولا ينقس منها بل يزيدها ومن كان شريفا قبل إسلامه يزداد شرفا بالإسلام ومن كان عزيزا ازداد عزة في الإسلام وتبقى أم المؤمنين صفية سليلة الأنبياء مع الخالدات وتظل قدوة لنساء العالمين رضي الله عن أمنا صفية وعن نساء أهل بيت النبي الطاهر رضوان الله عنهن أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله أجمعين إن لكل عصر الرجال هو نساء ولله في خلقه شؤون يبديها ولا يبتديها وله اجتباء واصطفاء من بين ما خلق فبارق بقعا من الأرض وفضل أشهرا واصطفى رسلا واختار سبحانه وتعالى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وطهرهم تطهيرا كما اختار عز وجل من بين نساء النبي سيدتنا وأمنا الطاهرة العفيفة خديجة بنت خويلد قال صلى الله عليه وسلم أفضل نساء الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون فالسيدة خديجة هي أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب أمهات المؤمنين اقترانا به وأكثرهن تضحية لأجله وأكثر من عاشت معه من زوجاته كانت رضي الله عنها ذات شرف ومال تستأجر الرجال في مالها فالتجارة هي المهنة التي اشتهر بها قومها والتي كانوا يرتحلون من أجلها إلى بلاد الشام صيفا وإلى اليمن شتاء ولأن الأخلاق تجمع بين المتآلفين فقد جمعت الأخلاق الكريمة بين الأمين محمد والطاهرة خديجة فكيف حدث هذا اللقاء؟ خديجة ما لك تتمنعين وترفضين كل من يتقدم لخطبتك ترى هل هناك من ترغبين به؟ ولا تريدين الإفصاح عنه؟ نعم نعم هناك من ترغب به؟ ترى من يكون يا معشر نساء قريش يا معشر نساء قريش إنه يوشك فيكن نبي فأيكن استطاعت أن تكون فراشا له فالتفعل قبحك الله أيها اليهودي ابتعد أيها الأحمق ابتعد فلننصرف هيا ننصرف قبل أن يأتينا ثانية هذا اليهودي هيا بنا يا خديجة هيا 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 بنا ارتبطت ارتبطت السيدة خديجة بالبيت العتيق فكانت تطوف الكعبة وتتقرب لربها دعاء ومناجاء وحدث ذات ليلة أن جاءتها رؤيا فرأت الشمس وقد طلعت في سماء مكة وأخذت الشمس تقترب من منزلها شيئا فشيئا ولما وصلت إلى منزلها مكثت فيه ومن منزلها بدأت الشمس تطل على العالم وتضيئه بأشعاتها حتى أخذ الناس يقدمون جماعات وجماعات إلى منزلها ليشاهدوا الشمس والضوء الخارج منها فاستيقظت خديجة من نومها وصارعت السيدة خديجة إلى منزل ابن عمها ورقة ابن نوفل وكان قد تنصر وقرأ كتب أهل الكتاب فقصت عليه الرؤيا أبشيري يا ابنة العم فإن صدقت رؤياك فإن نور النبوة والرسالة سيدخل منزلك ومن منزلك سيصطع ذاك النور إلى كل العالم وفي أحد الأيام وبينما كان أحد أحبار يهود في بيتها إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمر أمام المنزل فنظر ذلك الحبر اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا خديجة قد مر الآن بدارك شاب حدث السن فأمري من يأتي به يا سيدي مولاتي تطلبك تركينا وحدنا يا خديجة ماذا به هذا الشاب أيها الحبر ولماذا طلبت أن تنفرد به دوننا أتعرفين هذا الشاب يا خديجة نعم أعرفه إنه محمد بن عبد الله يعيش مع عمه أبي طالب طوبى لمن يكون لها بعلا وتكون له زوجة وأهلا فقد حازت شرف الدنيا والآخرة أتقصد أنه نعم هو أيها الحبر بما عرفت أنه نبي وجدت صفاته في التوراة إنه المبعوث آخر الزمان يموت أبوه وأمه ويكفله جده وعمه وأنه سيتزوبج بامرأة من قريش سيدة قومها أحفظ ما أقول لك يا خديجة يا خديجة اجتهدي ألا يفوتك محمد فهو الشرف في الدنيا والآخرة أخذ كلام الحبر اليهودي يتردد في عقل السيدة الطاهرة وأخذت تربطه بهذا الحلم الذي رأت فيه الشمس تغمر دارها وتتساءل في نفسها أيخرج من دارها نبي آخر الزمان فكانت رضي الله عنها إذا تقدم سيد من سادات قومها لخطبتها تنظر إليه أولا بمدى مناسبته للنبوة فلم تنطبق صفات النبي التي سمعتها من ابن عمها ورقة ابن نوفل على أي من من تقدم لخطبتها وباتت خديجة تنتظر وعد السماء يا ابن أخي أنا رجل لا مال لي وقد اشتد الزمان علينا وهذه عير قومك قد حضر خروجها إلى اليمن وخديجة بنت خويلد تبعث رجالا من قومها في عيرها فيتاجرون لها في مالها ويصيبون منافع فلو جيتها وعرضت نفسك عليها لأسرعت إليك وفضلتك على غيرك وغلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حياؤه وعزة نفسه فقال لعمه فلعلها ترسل إلي في ذلك إن ابن أخي يعرف في مكة كلها بالأمين هل تجد خديجة خيرا منه لتضع بين يديه أموالها حسنا يا عاتكة حسنا فلما لا يذهب إليها إذن أعرف ابن أخي لا يريق ماء وجهي في الطلب وتذهب عاتكة إلى خديجة تحكي لها ما ضار من حديث مع محمد وأن حياءه يمنعه أن يأتيها ما علمت أنه يريد هذا كانت خديجة تعرف محمدا حق المعرفة فعمته صفية زوجة أخيها العوام وقد راقت لها سيرته العطرة فودت لو أنه عمل عندها فأرسلت إليه تستدعيه ما دعاني أن أبعث إليك ما بلغني من شدق حديثك وعظم أمانتك وكرم أخلاقك وأنا أعطيك ضعف ما أعطي رجلا من قومك وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب بما حدث فقال له إن هذا الرزق ساقه الله إليك وتأهبت القافلة للخروج يقودها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست السيدة خديجة رضي الله عنها في شرفتها تراقب رجالها وهم يضعون السلع على ظهور الجمال وتراقب محمدا وهو يعاون عبيدها ويربط على الإبل في حنان دافق كانت خديجة رضي الله عنها ذات بصيرة نفاذة ففطنت إلى أن محمدا مختلف عن الرجال فهو صاحب شخصية قوية في رقة وهو حازم في غير قصوة شخصية فطرت على مكارم الأخلاق تستولي على مجامع القلوب كأن اللطف الإلهي قد اختاره ليقود الناس إلى مصير أبدي سعيد بعيدا عن الشقاء وانقضت أيام السوق وعادت القافلة وهرع ميسرة إلى دار خديجة ربحنا يا سيدتي أضعاف ما كنا نربح من قبل وكان كل شيء ميسر وماذا عن محمد؟ تاجر صادق لا يحلف أبدا ليس بصخاب إذا قال فقوله الفصل لا يدلس ولا يغش إذا كان في البضاعة عيبا أبرزه إنه الأمين حقا وصدقا كانت سفرته الأولى صلى الله عليه وسلم بتجارة خديجة إلى اليمن وكان صلى الله عليه وسلم قد اتفق مع السيدة خديجة على أن يتاجر لها في سفرتين وها هو مقدم على سفرته الثانية إلى الشام وتجلس خديجة في شرفتها ترقب رجالها وهم يجهزون القافلة سنتأهب للرحيل أتأمرين بشيء؟ يا ميسر لا تعطي لمحمد أمرا ولا تخالف له رأيا وخرجت قافلة خديجة رضي الله عنها متجهة إلى الشام ضمن قوافر قريش وكان من المصاحبين للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة أبو بكر الصديق فتلاقت روحهما فقد أحب النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر تواضعه وشجاعته في إبداء الرأي وعزوفه عن الشهوات وحبه للخير بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى جميع أنبياء الله ورسله آمين تعلق قلب السيدة خديجة رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم وكيف لا تحبه وهو أكمل الناس خلقا وخلقا وكيف لا تهفو نفسها إليه وهو أنظر الشباب وجها وأكملهم رجولا ولكن كيف السبيل إليه وما هي الوسيلة التي تقربها منه صلى الله عليه وسلم كيف تجعله يفكر في الزواج بها ويتقدم لخطبتها وقد جرت أعراف الناس وتقاليدهم أن تكون المرأة مخطوبة لا خاطبة مطلوبة لا طالبة وما كان محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت يفكر في الزواج لا من السيدة الطاهرة ولا من غيرها بسبب قلة ما في يده من مال وتعود القافلة ويلمح ميسرة ما أثار انتباهه حيث يسير النبي صلى الله عليه وسلم في الهجير أي في وقت الظهيرة تصاحبه غمامة تظلله لا تفارقه ويذهب ميسرة إلى خديجة كان محمد تاجرا ذكيا حسن المعاملة مع التجار ولكن أعجب ما رأيت يا مولاتي خديجة عندما اشتد الحر ونحن نسير رأيت غمامة تظلله أينما ذهب ذهبت خديجة رضي الله عنها لابن عمها ورقت ابن نوفل وقصت عليه ما حدثها به ميسرة استعصى النوم على السيدة الطاهرة وهي تسترجع أحداث هذا اليوم العجيب وصوت ابن عمها يتردد داخلها إن محمداً نبي هذه الأمة واسترجعت خديجة صورة الحلم والشمس تدخل دارها وصوت ورقة يرن في أذنيها أبشيري يا ابنة العم فإن صدقت رؤياك فإن نور النبوة والرسالة سيدخل منزلك ومن منزلك سيصدع ذاك النور إلى كل العالم وطاف بذهنها ذكرى ذلك اليوم الذي ناد اليهودي فيه على نساء قريش في الحرم يا معشر نساء قريش إنه يوشك فيكن نبي فأيكن استطاعت أن تكون فراشاً له فلتفعل أصبحت السيدة خديجة في اليوم التالي ولم تطق صبراً يا جارية اذهبي إلى محمد كي يأتيني كان النبي عند أبي طالب فاستأذنه أن يتوجه إلى خديجة فأذن له ولكن لسبب خفي أراد أبو طالب أن يعرف ماذا تريد خديجة من ابن أخيه يا نبعة يا نبعة آياتها الجارية أمر مولي هذا محمد بن أخي يا نبعة تتبعيه فهو ذاهب إلى خديجة وبعد يا سيدي انظري ما تقول له خديجة أمرك سيدي ها ماذا رأيت يا نبعة رأيت عجباً يا سيدي كيف؟ ماذا رأيت؟ ما إن اقترب ابن أخيك من دار خديجة حتى هرولت السيدة خديجة إليه بأبي وأمي والله ما أفعل هذا لشيء لكن أرجو أن تكون أنت النبي الذي سيبعث فإن تكن هو فاعرف حقي ومنزلتي وادع لي الإله الذي يبعثك قال لها صلى الله عليه وسلم والله لئن كنت أنه لقد اصطنعت عندي ما لا أضيعه أبداً وإن يكن غيري فإن الإله الذي تصنعين هذا لأجله لا يضيعك أبداً لقد أصبحت خديجة على يقين من أن الله سيجعل رسالته في ابن عبد الله فهو خير أهل مكة وأفضل أهل الحرم فإذا لم تكن النبوة فيه ففي من تكون ما لأراك شاردة يا خديجة؟ يشغلها ذلك النور الذي سيغمر بيتها أي نور؟ محمد بن عبد الله يتيم قريش؟ إنه لا مال لديه والله لولا الحياء لتقدمت أنا إليه وعرضت نفسي عليه أختاه ماذا تقولين؟ ما تسمعين يا هالة انظر أليس هذا محمد؟ إنه يسير ومعه عمار بلى إنه محمد عمار عمار ماذا؟ ماذا ستفعلين يا هالة؟ أمرك سيدتي هالة قل لي يا عمار أمل صاحبك هذا من حاجة في الزواج بخديجة؟ الطاهرة؟ ومن لا يطمح لهذا الشرف؟ تحسس الأمر منه ثم أخبرني أمرك سيدتي أبشري يا أختاه سيغمر بيتك نور بن عبد الله حقا ما تقولين يا هالة؟ قالها لعمار يا خديجة ماذا قال؟ أبشري أبشري يا خديجة وانتظري من سيأتيك غدا خاطبا والله لن أرضى عن محمد بديلة راحت أهازيج الفرح تجد في جنباتها رضي الله عنها فنور الشمس على وشك أن يغمر حياتها وبيتها فقد وقر في قلب الطاهرة أن محمدا هو النور الذي أشرق في منامها وعادت نفيسة إلى خديجة يتألق وجهها بالبشر وراحت تقص عليها ما كان بينها وبين محمد وخديجة تصغي إليها حتى ما إذا قالت لها نفيسة إنه حريص على زواجها لم تستطع خديجة أن تتريف فأرسلت في طلبه ليأتيها الساعة رفرفت السعادة بأجنحتها على بيت خديجة فقد وجدت الطاهرة في محمد خير الأزواج فهو لطيف المعشر قال لما يغضب وإن غضب لا يخنه حلمه وجاء شهر رمضان المبارك وصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء يتعبد فيه ويتم اللقاء والاتصال بين الأمينين أمين الوحي السماوي جبريل عليه السلام وأمين الوحي الأرضي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبادر صلى الله عليه وسلم بعد أن انصرف جبريل إلى النزول والعودة إلى السيدة خديجة وما لقيه حجر ولا شجر وهو في الطريق إلا قال له مسلما مهنئا بالنبوة والرسالة السلام عليك يا رسول الله عدى النبي صلى الله عليه وسلم يرتجف من هول ما حدث له وهو يقول زملوني زملوني وقال لها لقد خشيت على نفسي يا خديجة قالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الضهر وانطلقت خديجة إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل ومعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ورقة قد أصبح شيخا كبيرا وقد قف بصره يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره صلى الله عليه وسلم بما حدث معه فقال ورقه قدوس قدوس هذا الناموس الذي نزل الله على موسى ليتني كنت حيا إذ يغرجك قومك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا وبادرت أم المؤمنين خديجة إلى الإيمان برسالة النبي وتصديق نبوته ومن الطبيعي أن تكون السيدة خديجة أول من أسلم إذ كانت رج الله عنها ترجو ذلك وتتوقعه للنبي بسبب كثرة ما رأت من تباشير النبوة عجزت قريش عن قتله صلى الله عليه وسلم فأجمعوا على محاربة النبي وأصحابه ومن يحميهم من بني هاشم وبني المطلب فكانت المقاطعة والحصار وكانت محنة النبي والمسلمين في سنوات المقاطعة الظالمة الثلاث أقصى المحن التي مرت بها الدعوة الإسلامية وكان لسيدة خديجة دور كبير في تخفيف هذه المحنة وقفت السيدة خديجة بجانب النبي وتحملت معه ما تحمل من الجهد والعناء والجوع وبذلت رضي الله عنها مالها لتؤمن ما تستطيع من الطعام خلال سنوات المقاطعة يا حكيم إلى أين أنت ذاهب إلى عمتي خديجة وتحمل لها القمح ألا ترى أننا قد حاصرناهم وضيقنا عليهم اتركني يا عدو الله لن تذهب إلى خديجة بهذا القمح أتركه يا أبا الحكم يا أبا البختري لقد حرمنا على محمد وأتباعه الحياة أتركه يا أبا الحكم فليست هذه مرؤة العرب اذهب حيث شئت يا حكيم اذهب واستعانت لهذا الأمر بابن أخيها حكيم بن حزام إنه حكيم بن حزام إنه يحمل لنا الطعام طعام طعام ماذا تقول طعام لا أصدق طعام الحمد لله مرت سنوات المقاطعة الثلاث وهلك فيها من هلك من أطفال المسلمين وصلت الله سبحانه الأرضة على الصحيفة الظالمة فأكلت ما في الصحيفة من عهد وميثاق إلا ما فيها باسمك اللهم وبعد انتهاء أعوام المقاطعة جاء عام الحزن فتوفى أبو طالب عم النبي وفقد صلى الله عليه وسلم بموت عمه النصرة والمنع والوقوف في وجه المشركين فنالت قريش من رسول الله من الأذى ما لم تكن تطمع في حياة أبي طالب حاولت خديجة أن تخفف من حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمه ولكن انقطعت مواساتها وفاها بوفاتها رضي الله عنها وفاها الأجل بعد موت أبي طالب بزمن قصير وفي الصحيح عن أبي هريرة وفي الصحيح عن أبي طالب عمه ولا نصد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق خديجة آمنت بي حين كفر بي الناس وصدقتني حين كذبني الناس وأشركتني في مالها حين حرمني الناس ورزقني الله ولدها وحرم ولد غيرها رحلت رحلت السيدة خديجة عن الدنيا ولكن لم تبرح ذكراها قلب رسول الله حتى آخر أيام حياته صلى الله عليه وسلم ظلت خديجة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم في كل مناسبة وفي كل موضع ولا تكاد تسنح سانحة إلا ويعطر المجلس بذكرها ويذكرها بالخير ويثني عليها بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون ويخافون يوما كان شره مستطيرا تفجيرا 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 تفجيرا